سامة بتصر على الاستقالة بأمره بإجبار من فريدة خطة جديدة من فريدة بتدبرها مع فريقها تعالوا النهاردة نشوف أحداث الحلقة الجاية وهي أحداث حلقة بكرة حلقة 22 من مسلسل لها بتحبهم فجأات قوية جدا وتعالوا نشوف فريدة بتضيقها وبتتكلم مع سلطان وبتقول إن هي لازم ترفس خطة تانية بيجي بعد كده داني وبيقول إنها جاي فطفط مع فريدة وإنها عمل مصيبة صور سامة وهي لابسة الموديلات بتاعة الكنادر والمؤفروض كمان إن مالك عايز يشوف مين العريضة دي مش عارف يعمل إيه طبعاً لو عارف أكيد مش حيسكوت له فريدة جات لها الفكرة من هنا وقالت إن هي أكيد حتشوف حل وإن الموضوع جي في وقته وراحت بكلمة سامة وقالت لها أنت هتستقلي علشان خاطر أنا حدخي لكي الشركة بس بالنحية تانية من اللي بعد كده إن عبدو بيكون مع سيرين ومفروض بيوصلها قال لها سواني بس حوادي حاجة لواحد صديقي هنا نزل على طول وبدأت تنده عليه وتقول إن تبتعمل إيه أنت زيتي سيبني وتمشي استنى هنا مش هتروح في مكان لكنه سابه ميشي مهتمش بيها وبعا كده لما رجع قالت له أنت زيتي سيبني وتمشي رأت لك ما تروحش قال لها يعني مجانش من خمس دقيق يا سيرين هانم خلاص يعني الموضوع انتهى بيعملها ببرود تماماً ومتجهلها وده اللي حيخليها كمان تتعلق بي أكتر وكمان هتتجنم منه لين قعدة بتتكلم مع سماء وإن سماء قالت كل حاجة لفريدة وفريدة قالت لها لازم تستقيل وإنها مش عارفة تعمل إيه من الواضح إن الخطة بازت وهي مش عارفة تعمل إيه لإن فريدة أكيد حتكون عايزة تاخد فلوسها قالت لها ما عرفش بقى ممكن مثلاً تاخد كبدي ولا حاجة أنا ما عرفش صراحة ولا بيعليها كريتي لكن أنا اللي زعلانة عليه جداً إن أنا حاسيب مالك أنا مش عايزة أستقيل صراحة بقى له فترة كويس جداً معايا لكن هي اللي قالت لي وأنا لازم ينفس طبعاً جين قلت لها بعد المصائب دي كلها صاحبان عليك إنك مش هتشوفي مالك طب فكرت نفسك وشوفي هتجيبي الفلوس من إيه بعد كده منشوف إن فريدة قررت خلاص إن هي تكون فريق الفريق من المساعدة بتاعتها وسلطان وداني وهي قاعدين بيخططوا كأنهم رايحين حرب بالزبط حفلة هيكون فيها الموديل الجديدة اللي ابترد كنادر ودي طبعاً هتكون سماء وهتكون لابسة زي السندريلا وهتنزل والكل حيشوفها ومالك حيتفاجئ جداً لما يشوفها قدامه طبعاً داني قال أكيد مالك مش حيسكتلي لو عارف إن أنا اللي صورت سماء وإن البنت دي هي سماء نفسها وليه أصلاً خبنا عنه لكن فريدة قالت إن هي حتتدارك الموضوع ولازم كمان نبدأ ندخل سماء من النحية دي في الشركة إن هي تكون العريضة أو الموديل الجديدة اللي حترد الكنادر بعد كده وأكيد هيكون بتقارب بينها وبين مالك أحسن ما تكون مساعدته خطة فريدة كانت طبعاً بتعملها مع الفريق بتاحها ومن ضمنهم كمان هاني قررت تعمل كل حاجة وكمان تقسم الشغلة عليهم بمنتهى الحماس كأنهم داخلين حرب بالزبط وبيخططوا مالك بعد كده بيكون موجود في البيت وبيشوف سماء بتجهز له الأكل وبتزبط كل حاجة بعد كده بيقولها تفطري معايا قالت إن هي مش هتفطل إنها بتصحى متأخر مش زيه يعني بيصحى من بدري وبيروح يلعب رياضة وبعد كده رجع يفطر قال لها أنا رازم بقى أزبط نفسي أنا كمان واصحى متأخر زيك استغربت زيت لقى إن القهوة بتاعت عبده معروضة للبيع بيقرر إن هو يحاول يشتريها عرش الخاطر يكون عنده أهوة خاصة به وبيكونش هيقل ملين في حاجة عبده بيكون سايق بالسرين وبيقف علشان يجيب لها الأهوة بتاعتها لكن بيقول لها ما فيش شكرا قالت له نعم أقولك شكرا على إيه مدى وجبك ودى شغلك على فكرة قال له خلاص مش همشي غير لما تقدر شكرا قالت له أنه بتستعبط يلا مشي دلوقتي حالا ما يدرش تفرض سيطرتها عليه لأنه وقف وقال إنه مش هيتحرق لما تشكره عشان كده قالت له خلاص تمام شكرا شكرا يا عبده بيه خلاص كده انبسط مشي على طول وقال كده تقولي كده من الأول من الواضح طبعا معاملته ليها غير كل الناس سما قاعدة بتعدف ضلها أيام بسيطة وتمشي من الشركة راح تتكلم مع مالك وفكر إن هي جاية علشان تاخد الاستقالة وإن هي تراجعت عن الاستقالة لكن قالت له إن هي جاية علشان خاطر هو اللي يمضي الاستقالة استغرب وقالها يعني خلاص برضو ما فيش فايدة فيك بعد كل ده قالت له أيوة تمام أنا وقد قراري قال لها يعني حتى بعد يعني برضو هتمشي قالت له أيوة أيوة ده قراري أنا كان مستغرب اللي ده ممكن يكون قرارها كان فاكر إنه ممكن يكون حد مؤثر عليها وطبعا ده صحيح لأن فايدة هي اللي جبراها كيف متضيق أسما جدا ويبقى تقوله الكلام ده لأنها مجبورة أصلا على كده لأنها بدأت تتعلق بمالك مالك بروح وبيعتزل رامي وبيقوله كمان إنه أسف على كل حاجة وكمان رامي قال له أنت لازم تعتزل لناس كتير جدا عن معاملتك ليهم قاله على فكرة أنت كمان برضو غلطت فيها فواحدة أصد وحدة مالك كمان قال لرامي إن داني والسريم اتخلقين معها بعد الفترة دي وانت بقى اللي عليك تحل الموضوع ده قاله تمام سبب تعد الأيام وخلاص المفروض إن هي حتمشي من الشركة وقاعدة بتلبس حاجات يعني كعب عالي وقاعدة تتمشى كده كأنها بتعمل يعني عرض لإجازمة علشان طبعا المفروض إن هي حتطلع تعمل العرض ده منشوف كمان إن فريدة بتبدأ تجهز الفريق بتاعها على موضوع العرض اللي حتقوم بي سماء وإزاي حيقدروا يقول المالك ده مالك بيبدأ يقرب من سماء وهي برضو مصيرة على الاستقالة سماء بعد كده بتلاقي مالك متعصب كتير وهو زعلان طبعا منها بعد الدوام استأذنتها علشان خاطر تمشي شافها رامي وقال لها إن هو عايز يوصلها رح معاها وبعد كده بنرجع وملقي زيد قاعد وماسك وراء وقلم وعمل بيحسب كل حاجة عايز خلاص إن هو يشتري القهوة بتاعة عبده لإنه عرضها للبيع عشان يبدأ يكبر يعني يكون حاجة كبيرة سماء بعد كده بيوصلها رامي وبتعزم علي على جوا وأول ما بتدخل جدتها بتعزاها لإنها تأخرت كالعادة لكن بعد كده بتقولها يا جدتي أنا معي دلوقتي ضيف بيدخلوا كلهم علشان يعودوا يتكلموا جدها بتكون مش بيصدق إن ده مدير سماء وكانت عايزة كمان تتصور معا صورة سيلفي لكن زيدت قال لها سكتي في إيه بالضبط بتقدم بعد كده سماء المشروب يعودوا يتكلموا وبعد كده كانت فكرة الجدة إن سماء كانت بتعمل المحشي بتاع اليبرأ أو ورق العنب من فترة يعني علشان خاطر مديرها ده ما تعرفش إن هي كانت عاملة الورق العنب للتاني اللي هو مالك فطبعا لما تكلمت أحراجت رامي جدا وكمان سماء لما سألت رامي إيه رأيك في المحشي اللي كانت عامله لك سماء هي بتعرف تطبخ على فكرة وعملته لك وفضلت كمان سهران طول الليل علشان تلفه لك وتعبد جدا وأكلها على فكرة حلو عجبك ولا لا استغرب طبعا ساعتها رامي ساعتها طبعا يعني رامي تصدم لإن مش هو اللي أكل الورق العنب فسكت شوية وقال أيو أيو صح تمام كان جميل جدا أنا قلت لها علي إن هو جميل وتسلم إيديها كمان طبعا سماء كانت مكسوفة جدا مش عارفة تعمل إيه وطبعا بتقول جديت أن فيه كمان مدير تاني اسمه مالك شريك رامي يعني بتجري بعد كده لينا علشان تلحق تشوف رامي خبطت في عبده قالها في إيه قالت إن رامي موجود عند سماء جريت على الطولة علشان تسلم عليه وكمان بتقول له فاكرنا إحنا كنا بنشتغل في المطعم قال أيو أيوة طبعا يعني أكيد بس ليه ما عرفناش بعض الكويس يا سماء يعني قصدي يعني ما كنتش بأخذ بيالي منك قالت له عادي بقى ممكن نتقابل في مكان تاني بعد كده ودينا تقابلنا ركس يَعْبُونَ